يحتضي مضمار نادي أبوظبي للفروسية غدا السبت أمسية كأس رئيس الدولة والتي تتضمن أربع بطولات وهي سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى كما تتضمن الأمسية منافسات الشق المهجن لكأس رئيس الدولة وسباق واحد لواء والجولة الأولى للتاج الثلاثي العربي ويتوقع مشاركة أكثر من مئة خيل في سبعة أشواط ضمن فئات أحد أكبر سباقات الخيول العربية الأصيلة في مضمار أبوظبي ويسعى الجوات حميم الفائز بالسباق التحضيري لإضافة إنجاز كبير إلى سجلاته بتحقيق اللقب الأغلى الذي يقام في الشوط السابع والأخير لمسافة 2200 متر لكنه يواجه تحديا كبيرا من أجرد عذبة والأرقم إلى جانب أربي كينج ميكر وأزادي ستار